بسم الله الرحمن الرحيم أكد صاحب السمو الشيخ محمد فراشد المكتوم على أهمية قطاع السياحة كرافد رئيس من روافد المحورية لاقتصاد دبي منوها سموه بالنمو المطرد الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في ضوء ازدهار الحركة السياحية وزيادة الإقبال على زيارة دبي جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمنتجع وان اند انلي وان زعبيل في دبي يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد فراشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد فراشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومعالم حمد فراهيم الشيباني العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وقال سموه التوسع مستمر في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية الاساسية في دبي ومن اهمها قطاع السياحة حريصون على خلق بيئة استثنائية للمستثمرين وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاصة كشريكين في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها التي جسدتها أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل وطلع سموه خلال الزيارة على الخيارات المتنوعة التي يتيحها المنتجع للإقامة من خلال 229 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا موزعة على 15 طابقا ويعد منتجع وان اند اونلي وان زعبيل أو المنتجع عصري في بناء شاهقة لشركة كيرزنر الدولية الرائدة في مجال الضيافة فائقة الفخمة اشتركوا في القناة